الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم بحث اليوم هو الاستثناء بحرف الاستثناء إلا إلا حرف استثناء وهو أهم حروف الاستثناء ولهذا يذكر في البداية مبحث اليوم يحتاج إلى التفات سأذكر المطلب أبينه على شكل مراحل أحتاج من الأحبة أن يبقوا معي في الخطوات لنتدرج في البحث خطوة بعد خطوة لاحظوا أحبتي ننطلق من المثال نقول خرج التلاميذ إلا زيدا خرج التلاميذ إلا زيدا خرج فعل ماضي تلاميذ فاعل إلا حرف استثناء زيدا مستثناء هذا هو المثال على أساس هذا المثال سنتحرك في هذا التركيب في هذا التركيب هذا التركيب يسمى تركيب استثناء جملة فيها استثناء عندنا التلاميذ يسمى مستثن منه مستثن منه أستثني زيد من التلاميذ إلا أدات استثناء زيد مستثناء هذا مستثناء هذا مستثناء منه هذه أدات استثناء خرج التلاميذ إلا زيدا استثنيت زيدا من التلاميذ فصار عندنا الجملة جملة استثنائية عندنا التلاميذ مستثن منهم إلا أدات استثناء زيدا مستثناء استثنيت زيدا يعني الحكم الذي ثبت للمستثناء منه غير ثابت للمستثناء الخبر الذي أخبرت عنه وهو أن التلاميذ قد خرجوا غير شامل لزيد استثنيته فإذا التلاميذ خرجوا يعني زيد ما خرج إذا التلاميذ درسوا درس التلاميذ إلا زيد يعني زيد ما درس إذا التلاميذ أكلوا أكل التلاميذ إلا زيد يعني زيد ما أكل فالمستثنى خارج عن المستثنى منه بواسطة أداة الاستثنى الحكم الذي يثبت للمستثنى منه غير ثابت للمستثنى هذا معنى الاستثنى المثال المعروف جاء القوم إلا زيدا أثبت المجيء للقوم ونفيته عن زيد زيد ما جاء معهم فالحكم الذي يثبت للمستثنى منه يكون غير ثابت للمستثنى هذا معنى الاستثنى هذه هي المرحلة الأولى والفكرة الأولى والخطوة الأولى في الدرس عرفنا أن الحكم الثابت للمستثنى منه يكون غير ثابت للمستثنى الخطوة الثانية في هذا التركيب المستثنى يكون منصوبا منصوبا على الاستثناء خرج التلاميذ إلا زيدا جاء القوم إلا بكرا دخلت الحيوانات إلى الحضيرة إلا دجاجة دائما المستثنى في هذا التركيب يكون منصوبا على الاستثناء خرج فعل ماضا مبني على الفتح التلاميذ فاعل إلا حرف استثناء زيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفلح هذا هو التركيب الأصلي إلى هنا ننتهي من الخطوة الأولى ومن المرحلة الأولى ندخل في المرحلة الثانية فنقول أن جملة الاستثناء جملة الاستثناء إما مثبتة أو منفية إما فيها إثبات أو فيها نفي هذه مثبتة خرج القوم أكل القوم جاء القوم خرج التلاميذ جاء التلاميذ درس التلاميذ مثبتة ويكون الحكم فيها بهذا الشكل الجملة المثبتة هذا حكمه أن المستثنى منه يكون منصوبا على الاستثناء فالمثبتة سهلة الكلام والتقسيم والتقسيم سيكون في الجملة المنفية الجملة المثبتة ننتهي منها عندنا حكم ثابت لما قبل إلا وهو المستثناء منه تأتي أداة الاستثناء أداة الاستثناء لا محلة لها من الإعراض زيدا مستثنى منصوب علامة نصبه الفلحة هذا هو التركيب المثبت ليس فيه أداة نفي يكون المستثناء منصوبا على الاستثناء ننتهي منه نأتي إلى الجملة المنفية الكلام في الجملة المنفية نقول في الجملة المنفية المستثناء منه يعني هذا يعني التلاميذ إما مذكور أو محذوف المستثناء منه إما مذكور أو محذوف كيف يكون مذكور كيف يكون محذوف خرج التلاميذ تقول ما خرجه التلاميذ إلا زيدا هنا عندنا نفي الجملة منفية والمستثناء منه عرفنا ما هو المستثناء منه اللي يكون قبل إلا اللي يكون ثابت إلى الحكم اللي هنا قلنا ما خرج التلاميذ أوقعنا النفي على التلاميذ هذا المستثناء منه موجود هذا مذكور وإما يكون محذوف كيف يكون محذوف تقول ما خرجه إلا زيد ما رح أحرق زيد الآن رح نأتي إن شاء الله إلى حركته من فيه جملة الاستثناء نعم من فيه المستثناء منه مذكور لا ما مذكور ما خرج يعني ما خرج أحد ما خرج شخص ما خرج إنسان ما خرج تلميذ ما خرج طالب ما خرج مدعو ما خرج أي شيء آخر ما مذكور هنا هنا ما مذكور هنا مذكور ما خرج التلاميذ إلا زيدا ما جاء القوم إلا زيدا ما أكل الضيوف إلا زيدا يكون مذكور المستثناء منه فجملة الاستثناء إما مثبتة ليس فيها نفي وتقدم حكمها أن المستثناء منه يكون منصوبا وإما من فيه المن فيه المستثناء منه إما مذكور ما خرج التلاميذ إلا زيدا وإما محذوف ما خرج إلا زيد ما جاء إلا عمر ما قدم إلا بكر ما أكل إلا زيد ما تذكر المستثناء منه هنا الحكم سيختلف في الجملة الاستثنائية المنفية يختلف الحكم بين ما إذا كان المستثناء منه مذكورا أو المستثناء منه محذوفا ما هو الاختلاف بينهما أساسا هذا ما هو حكمه الشكل الأول ما هو حكمه الشكل الثاني ما هو حكمه التفتوا أحبتي لاحظوا كلمة التلاميذ اللي هي مستثنى منه لها حكم إعرابي أو ليس لها حكم إعرابي هي جزء من الكلام أو ليس جزء من الكلام طبعا جزء من الكلام لها حكم إعرابي نعم لها حكم إعرابي لها حركة تستحقها نعم لها حركة تستحقها هنا حركتها الضم لأنها فاعل خرج التلاميذ أحيانا تكون مفعول ما أكرمت أحدا إلا زيدا أكرمت الضيوف إلا بكرا تكون مفعول به أحيانا ما مررت بأحدين إلا زيدا تكون مجرور إذن المستثنى منه تارت أن يكون فاعل تارت أن يكون مفعول به تارت أن يكون مجرور بحرف الجر وإلى آخرين له حكمه الإعرابي وله استحقاقه الإعرابي بقطع النظر عن الاستثناء أصلاً افترض الاستثناء ما عندنا خرج التلاميذ أكرمت التلاميذ بعدين تقول إلا زيدا فإذن كلمة التلاميذ اللي هي مستثنى منه أو الضيوف أو القوم أو أي كلمة أخرى تضعها هنا في مقام المستثنى منه هي لها استحقاق إعرابي فاعلية مفعولية خبرية أي شيء آخر تستحقها في جملتها فإذن المستثنى منه له استحقاق إعرابي له حركة إعرابية له محل إعرابي تضحط هذه الفكرة نأتي إلى جملة الاستثناء المنفية كلامنا كله بالمنفية التي المستثنى منه مذكور ما خرج التلاميذ ما جاء القوم ما أكرمت أحدا ما دخلت إلى غرفة هنا مجرور على حرف الجر المهم أن المستثنى منه مذكور هنا المستثنى كيف تكون حركة الإعرابية في هذا المورد في المورد الذي يكون المستثنى منه في جملة الاستثناء المنفية يكون المستثنى منه مذكورا هذا المستثنى منه هنا أنت مخير أنت مخير هناك طريقتان في التلفظ بالمستثنى الطريقة الأولى أن تنصبه على الاستثناء مثل الجملة المثبتة فتقول ما خرج التلاميذ إلا زيدا زيدا منصب على الاستثناء هذه الطريقة الأولى اللي هي طريقة سهلة الطريقة الثانية أن يتبع يتبع في إعرابه المستثنى منه المستثنى يتبع في إعرابه المستثنى منه فإذا كان المستثنى منه مرفوعا هذا أيضا يكون مرفوع إذا كان منصوبا هذا يكون منصوب إذا كان مجرورا هذا يكون مجرورا تقول ما خرج التلاميذ إلا زيد تجعل زيد اللي هو مستثنى تجعله تابعا للمستثنى منه ما خرج التلاميذ إلا زيد لكذلك أو إذا كان المستثنى منه مجرور أيضا هذا يكون مجرور هذا منصوب هذا منصوب على التبعية هذا من حقك من حقك أن المستثنى في الجملة في جملة الاستثنى المنفية التي يكون المستثنى منه هذا الذي يكون المستثنى منه مذكورا من حقك في المستثنى أن تنصبه على الاستثنى وأن تتبعه للمستثنى منه تجعله تابعا له في حركته إذا هذا مرفوع هذا مرفوع هذا منصوب هذا مجرور هذا مجرور أيضا فأنت مخير في هذا المورد في هذا المورد ما هو هذا المورد جملة استثنائية من فيه المستثنى منه مذكور أنت مخير فيه بين أن تنصب المستثنى على الاستثناء وبين أن تتبعه للمستثنى منه إذا هذا حركت الرفوع 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 هذا إذا كان المستثنى منه مذكور إذا كان المستثنى منه محذوف ما خرج إلا زيد ما قام إلا بكر ما جلس إلا عمر ما أكل إلا بكر ما تقول ما أكل أحد ما أكل فيف ما أكل تلميذ المستثنى منه غير موجود هنا محذوف ما خرجه ما خرجه ما مذكر زيد تلميذ أحد شخص ضيف دار حيوان أي شيء وحسب الجملة فهنا محذوف فجملة استثنائية منفية والمستثنى منه محذوف هنا ليس لك إلا التبعية هنا كان عندك تخيير بين التبعية وبين النصب على الاستثناء هنا ليس لك إلا التبعية ما خرج إلا زيد ما خرج إلا زيد ما جاء إلا بكر ما أكرمت ما أكرمت إلا زيدا لأنه هنا لأنه هنا لو كان المستثنى منه مذكور ما أكرمت أحدا كان هكذا قلت فهنا تبعية لهذا المحذوف ما مررت ما أكرمت إلا بزيد بزيد تبعية يعني ما مررت يعني ما مررت بأحد كأنه هكذا فإذا المستثنى جملة الاستثناء إذا كانت مثبتة فيكون المستثنى منصوب على الاستثناء هذا المنفية المستثنى منه إن كان مذكورا فأنت مخير بين التبعية وبين النصب على الاستثناء وإذا كان محذوفا فليس لك إلا التبعية ليس إلا ما أكرمت إلا زيدا ما مررت إلا بزيد ما جاء إلا زيد تشوف لو كان المستثنى منه لو كان موجود شنو كانت حركته شنو كان وضعا شنو كان ترتيب الإعرابي تأطي للمستثنى منه نقرأ من قوله المستثنى الأمثلة المستثنى بإلا حضر الأصدقاء إلا عليا حضر الأصدقاء إلا عليا فحضر فعل ماضي الأصدقاء فاعد إلا حرف استثناء عليا مستثنى منصوب على الاستثناء حللت مسائل الحساب إلا مسألة هنا مسائل مفعول به المستثنى منه هنا نفاعل في مسائل مفعول به قرأت الكتاب إلا صفحتين انقضى الصيف إلا يومين كل منصوب سواء كان المستثنى منه مرفوعا أم منصوبا ما يفرق جملة مثبتة المستثنى يكون منصوبا على الاستثناء نقرأ القاعدة مئة وستة وثلاثة يسمى الاسم الذي يقع بعد إلا يسمى مستثنى ويسمى الاسم الذي يجيء قبلها ويشتمل في المعنى على ما بعدها إلا زيد زيد جزء من التلاميذ فهذا التلاميذ الذي يجيء قبل الله الذي يجيء قبل الله يشتمل على زيد المستثنى منه يشتمل على المستثنى المستثنى جزء من المستثنى منه ويسمى الاسم الذي يجيء قبلها ويشتمل على المعنى ويشتمل في المعنى على ما بعدها يسمى مستثنى منه فالمستثنى جزء من المستثنى منه أنت تجيء تخرج يقول هذا ما أثبت للحكم المستثنى بإلا اسم يذكر مخالفا في الحكم لما قبلها تقدم في بداية الدرس أن الحكم الذي يثبت للمستثنى منه يخالفه المستثنى في الحكم أكرمت القوم إلا زيد يعني زيد ما وقع عليه الإكرام جاء القوم إلا زيد يعني زيد ما جاءه وهكذا دائما يصبح تخالف بناتهم بالحكم طيب نأتي الآن إلى الأمثلة المثال الأول أثمرت الأشجار إلا شجرة جملة استثنائية مثبتة جملة استثنائية مثبتة أثمرت الأشجار إلا شجرة أثمرت فعل ماضي الأشجار فاعل إلا أداة استثناء شجرة مستثنى منصوب على الاستثناء طار الحمام إلا واحدة فر الجنود إلا القائدة لون غير المثال نقول صمد الجنود إلا الجبال كون مثال أجمال صمد وثبت الجنود إلا الجبال فهنا مثبتة جملة استثنائية مثبتة فيكون المستثنى منصوبا على الاستثناء نأتي إلى القسم الثاني اللي هو تكون الجملة منفية والمستثنى منه يكون مذكورا لم تتفتح الأزهار الأزهار مستثنى منه وهو مذكور لم تتفتح الأزهار إلا البنفسج على الاستثناء أو إلا البنفسج على التبعية لأنه جملة منفية المستثنى منه مذكورا فأنت مخير بين النصب على الاستثناء وبين التبعية فالتبعية تلاحظ المستثنى منه إن كانت حركة الرفع المستثنى تنطي رفع إن كانت حركة النصب المستثنى تنطي نصب لم ينجو المستحمون إلا أحمد أو إلا أحمد هنا المستحمون فاعل جملة استثنائية منفية المستثنى منه مذكورا فالمستثنى مخير أنت فيه بين النصب على الاستثناء إلا أحمد بين والتبعية فيكون أحمد لأنه يتبع المرفوع هنا المستثنى منه مرفوع فالمستثنى أيضا لك أن تجعله مرفوعا ما سلمت على القادمين ما سلمت على القادمين إلا الأول هنا القادمين مستثنى منه مذكور في الكلام جملة استثنائية منفية والمستثنى منه مذكور وهو استحقاقه الجر فإذا استحقاق الجر أنت لك أن تجعل المستثنى مجرورا بالتبعية ولك أن تنصبه على الاستثناء فلك أن تقول ما سلمت على القادمين إلا الأول تكون منصوب على الاستثناء إلا الأول تكون بالتبعية للمستثنى منه هذا القسم الثاني الآن راح نذكر القسم الثالث لا يزد النصيحة إلا المخلصون لا يزد النصيحة أين المستثناء منهم؟ لا مذكر في الكلام لا يزد النصيحة معلم صديق جار شخص أحد لا مذكر فجملة استثناء منفية المستثناء منه محذوف فهنا يجب عليك التبعية فتقول لا يزد النصيحة إلا المخلصون بالرفع لأنه المستثناء منه المحذوف استحقاق رفع لا يزد النصيحة شخص أحد إنسان ما صاحبته إلا الأخيار ما نافية الجملة جملة استثناء فيها نفي والمستثناء منه محذوف ما صاحبته شخصا ما صاحبته مسافرا ما صاحبته إنسانا ما مذكر فجملة استثنائية منفية والمستثناء منه محذوف فليس لك في المستثناء إلا التبعية هنا المستثناء منه المستثناء منه لو كان مذكورا كان مفعول ما صاحبته أحدا ما صاحبته شخصا فاستحقاق نصب فكذلك اللي اللي بعد إلا المستثناء يكون استحقاق نصب لا تسود الشعوب إلا لا تسود الشعوب بماذا ما ذكر بخلق بشيء بسلاح بقوة ما ذكر فالمستثناء منه محذوف المستثناء منه هنانا حقا أن يكون مجرور بحرف الجر ما تسود الشعوب بشيء مثلا إلا بالأخلاق فليس لك إلا التبعية لماذا فقط التبعية التبعية لهذا المستثناء منه المحذوف لأنه جملة استثناء منفية والمستثناء منه محذوف فهنا لابد من التبعية لو كان مذكور لكنت مخيرا بين النصب على الاستثناء وبين التبعية القاعدة إذا كان المستثناء منه مذكورا وكان الكلام مثبتا وجب نصب المستثناء بإلا هذا المستثناء بإلا يجب نصبه لأنه الكلام مثبت إذا كان المستثناء منه مذكورا وكان منفيا هذا جاز في المستثنى بإلا أن ينصب على الاستثناء وأن يتبع المستثنى منه في عرابه لك أن تنصبه على الاستثناء ولك التبعية إذا كان المستثنى منه محذوفا في الجملة المنفية أعرب المستثنى على حسب ما يقتضيه موضعه في التركيب هنا ما مررت إلا بزيد كأنك قلت مررت بزيد ما مررت إلا بزيد يعني أنا مريت بزيد ما أكرمت أحدا إلا زيدا أحدا ما موجودة طبعا يعني أكرمت زيدا وكأن النفي والاستثناء أحدهما يضرب الآخر ما أكرمت إلا زيدا يعني أكرمت زيدا ما مررت إلا بزيد يعني مررت بزيد فتعطيه ما يستحقه كيف تعرف ما يستحقه إما أنه تحذف النفي والاستثناء تحذف النفي والاستثناء وإما أن تقدر تشوف هذا المحذوف اللي هو المستثنى منه كيف كان يكون لو كان موجود تأطيه المستثناء كما لو كانت إلا ونفي كما لو كانت إلا ونفي غير موجودات إن شاء الله التمارين أتركها إلى الحصة اللاحقة نحتاج أن نأخذ حصة أخرى حتى ينثبت الفكرة أكثر والحمد لله رب العالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الله شكرا شكرا